اهلا بكم اخوة الاخوات في فيديو جديد على قناتكم نتمنى تكونوا دائما باخر ولا خير وتكونوا صحة جيدة معكم دائما خلقكم نحيكم هنا من هذه القناة اه اليوم اخوة الاخوات جيت اه باش نهضر على هذا الفيديو لي اه صراحة اه برافو الانسان اللي دار هادلوجيست وشا نقول لكم الاخوات الاخوات هادشي هادشي هو اللي يفرح بحالة التصرفات هي اللي تفرح وهي اللي تتخليك انك تفتخر بكون انك مغربي اه كون انك يعني كتنتمي لواحد البلاد اللي فيها بحالة الناس فتحياتي للسيد بعدها قبل ما نبدأه اه اليوم الاخوات نتقاسم معكم واحد الفيديو او واحد تسام على واحد المقطع اللي غادي اه نترجم لكم من بعض اسبانية ديال واحد السيدة اللي كان اه يعني كانت بنتها غادة في الطريق في مالاقا في في الطريق في برا مالاقا مش شف مالاقا في مدينة فاذا في السيارة ديالها اه هي وشو شبنات معاها شعلت فيها العافية واحد السيد واحد الشهم مغربي اللي كان صير الكاميو افتجاه المعاكس ومليشة فاحبس ووقف اقطع بشاك يجري الجال خورا ورجع بشاك عندهم اعتقهم مهم خليكم مع التفاصيل ومن بعد غادي نرجع باش الناس اللي ما كارفو السباليونية نترجم لهم المقطع أم لا تناهون مهان preparing kennen الناس الليانه es un camionero que allí en Málaga a la altura del kilómetro 226 como pone ahí se bajó con su camión por el carril contrario, cruzó toda la autovía con un extintor para apagar para sofocar el fuego del coche de mi niña no sé quién eres no sé cómo localizarte pero te quiero dar las gracias enormemente, la verdad porque te llevo a poner tu vida en peligro para salvar la vida de las niñas para intentar apagar el coche la verdad que fue imposible que bajaste todas las cosas del coche que eso era lo de menos porque eso, fin y al cabo, es lo material pero sin conocerlas de nada cómo prestaste la atención de ellas y que quiero que lo veáis bien es que no sé cómo hacerlo de otra manera fueron dos camioneros también se paró un policía loca en su moto en su día libre quiero darle las gracias a la guardia civil como atendieron a las niñas a la guardia civil a los bomberos a todo el mundo, de verdad a todo el mundo porque para que sepáis que ahí no va cuando vino de la casa rural el coche empezó a echarle mucho humo ella se paró en el arcén en la autovía y se bajaron del coche el coche empezó a echarle mucho humo mucho humo ella me llamaba llorando mamá el coche mamá el coche yo histérica perdía diciéndole que se alejara del coche que se alejara del coche y yo temiendo que el coche iba a explotar no sé por qué el coche prendió fuego no sé por qué se le pegó el calentón que se le pegó el coche lo único que puedo dar es las gracias a este hombre lo vuelvo a repetir que sepáis que es musulmán que va a estar toda la vida agradecida a ti toda la vida agradecida a ti ojalá pudiera encontrarte para darte las gracias personalmente las gracias a ti السيدة هذي يعني آآ كتمتن لهذا السيد المغربي مهم آآ من غدين ترتم لكم من الأول. هاد السيدة تقول لو دي انه آآ يعني آآ من بعد ما كانت بنتها غادة في الطريق آآ هي وصحاباتها غادين آآ بالسيارة ديالهم فالسيارة شعلات فيها العافية ومن بعد آآ كان واحد المغربي غادي آآ غادي بالكاميو دياله آآ غادي بالكاميو في تجاه المعاكس يعني سيد كاميو دياله مليشا فهو مقف وجاكي جري وآآ من اللي وصل الصيء للطنوبي اللي شعل فيها العافية انه يعني بدك يكيرش عليها الماء وكي يحاول انه يطفي العافية ومن بعد يعني آآ حاول انه يعني تخلوا وخرج لبنات و او جبد لهم جاعدة تشير مهم اللي في السيارة الوراقية ديالهم المسائل الكاملة ديالهم الماتيريال كما قلت هي آآ من بعد آآ تتعود السيدة انه بنتها تتصلات بيها وقعت ليها ودي آآ هسنوقع النار تتغوط عادة تتغوط لها رات الطنوبيل آآ ما الطنوبيل آآ وقع فيها او هاش وقع فيها فالامة فهمات والهم بعد من اللي عرفت الاستوار ديال ان ذاك المغربي اللي اعتقهم فبغات انها تلقى به و وانها يعني كما كتقول هي انها تشكره آآ وتآ 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 كتقول انها منتمنة ليه بالحياة ديالها لانه اعتق لها بنتها من ذاك الحارق ديال الطنوبيل وقالت هذا الفيديو هذا آآ بدرته آآ ماشي فيديو ديال درشي ديال تيك توك ولا شي حاجة وانما آآ آآ فيديو اللي هو يعني خصو 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 يوصل لهذا تسيد وخصهم خصو دي تسيدة انها تطلقى به باش انها تقدم ليه الشكر ديالها وقالت آآ حاجة واحدة اللي عارفه هو انه آآ مغربي انه انه مسلم قلت آآ آآ تسيبطا كي اسم مسلمان يعني انه انه آآ وحد السيد لي آآ آآ لمسلم وهكا تكون يعني المسلمين فاشا نقولكم الاخوات اخوات صراحة آآ آآ هالشي هو اللي تي خليك انها تستخر بالمغربية ديالك هو الروح ديال المغاربة في المساعدة في المكان في العالم ما تيهمش شخص يكون صبليوني ولا يكون فرنسي ولا يكون انجليزي كم مكان مهم هو هده 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 الرياكسيون اللي دار هده 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 وزيدوا يعرفونا اخرين لان هاد شي ولك يخلي الصورة ديالنا نحاولوا اننا نرجعوها بحالش حال هادي لان كما تنعرفو في الاولين الاخيرة للأسف الصورة ديالنا كعرب خسرات في في اوروبا بزاف صراحة باش نكون معكم واضح وما نبقاش نضحكو لابع ديالتنا فالصورة ديالنا خسرات بزاف ما بقعتاش واحد يبغي يكريلك تسمعك عربي ما كيبغي شي كريلك دارو كتلقا تسمعك عربي مثلا لك تتواقف غير معاني ولده صغير لمعة بنته صغيرة كي تتخلع منك اي بزاف ديال الحوايج جال اخوان الاخوات فارس صورة ديالنا خسرات فنحاولوا ننصر الحواب وبهذا ليش يستعدو وهذا القضية الاخوات راه تسيد هذا كون كان ماتلا عايش في اسبانيا وكان ماتلا ما عنده سوراق وعايش هنا فراك راه يكون كان في اسبانيا ويعني كما كنقولون بقدروني هنا وبغيت تم الحيات هنا فارسانو غادي يعطيه الوراق وهذا مسألة دي تتسهل حتى في الجنسية وبزاف ديال المسائل هنا وفي حسن السيرة ديالت هنا في اسبانيا يعني اللي في عند البوليس وش حال من حاجة تتسهل عليك فانتمنى اه الفيديو اتنشر على اوسع النطاق كما قلت ويزيد ويزيد اللي يشوفوا هنا سخورين ويشوفوا بالخصوص اسبانو اوروبيين باش يعرفوا شكونا هو المغربي الحقيقي شكونا هو العربي الحقيقي شكونا هو المسلم الحقيقي ماشي ذات الصورة اللي اللي عدنا اللي يخداوا علينا هاد الاونة الاخيرة ديال اه روينا واصداع وكي ما اكروك احنا يرى غير بورات شوسو تنجيو باش نباش نشربو في اسبانيا وتنجيو باش معاش نديرو نهرسو والفيولينسيا فماشي ماشي كلش حجر وطوب رحت هالاسبان راتي تدرو الوعاوع كما كي تدريال ولكن احنا للاسف ماشي في بلادنا هذا هو الا دول الاشكال فراحنا باي حاجة غدي انتقضوا عليها كما بغا تكون كبيرة صغيرة راه تصبليوني راه ماشية كي ما كي خلي ما يدير كي عرعر كين صبليوني اللي كي كي هرس كين صبليوني اللي كي مععرف شو كيدير ولكن للاسف هادر في بلاده كما المغربي كي عرعرف بلاده ورسة الصبرينو كي عرعرف بلاده وما عم رمه غدي يدير الليدار مع عم رمه غي حضرو فيه خيب ماشي بحن نحنا الاخوة الاخوات فمرة اخرى صراحة هذه الشهامة ما بقى لي ما نقول تخسر 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 الفيديو فخلينا بلا ما نبقى نحضرو بزاف الافعال هي اللي كتحضر فتحياتي لكم كان معكم دي امير خوكم يوسف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة